بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم دكتور عبد النصر توحيد سلسلة من سلسلة محضرات للتعريف بأمراض للسادة العاملين في مجال الطب التكمل والحجامة خصوصا اكلمت في المحاضرة اللي فاتت عن الام البطن واسباب الام البطن هنكمل ان شاء الله في المحاضرة دي وقفنا عند واحد اخر اسباب الام البطن احنا قلنا التهاب الزيت الدودية من ضمن عديد من الاسباب اللي ذكرنا هنبدأ نكلم بقى ونشوف امتى متى يجب على المريض مراجعة الطبيب يعني الهدف من المحاضرات دي ان احنا نعرفك ازاي امتى تقرر انك تتدخل وامتى برضو تقرر ان انت تكون متابع وتضع لك قيودة طيب متى عليك مراجعة الطبيب لو واحد بشكل علام في بطنه عايزك تفهم المرحلة دي هيكون في بعض العلامات مهمة تخليك تقول للمريض لا ده مش سكتي الاول الاول روح زر الطبيب لان ممكن الحالة دي تكون حالة ينظر لشيء معين من بين حالات اوجاع البطن المهمة فيها جدا ان المريض يراجع الطبيب في تلك الحالات اللي هقولك عليها دي بوقتي رقم واحد الام البطن المصحوبة بالحمى يعني ارتفاع درجة حرارة الجسم يعني ما يجيش واحد عنده الام في بطنه ما عرفش وبتلوه وكلام من ده عن مشاكل وعنده حمى وحضرتك تروح تعمل له حجامة وتدوله عشاب بتدول متوت دي او ان هو يروح للطبيب عشان يعمل الف حصات ويعمل كده ويوصل ليه تشخيص لان ممكن يكون عنده مشاكل مستمرة ربما تودي بحياته خلاص التقيق المستمر بيرجع على طول ما يوقفش ترجيع 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 ما يرجع ما بيوقفش للدكتور الام البطن التي تستمر بضعة ايام ويقولك ده انا بطن دي بتوجعني بقى لقى يجي خمس تيام او اسبوع على طول ما بتوقفش ويروح ويجي يروح ويجي يروح ويجي يروح ويجي شوف السبب الام البطن الحادة التي تظهر بشكل مفاجئ يقولك انا عاد في امان الله لقيت بطن بتكركب على دكتور ويجاي لك بقى كده يتعبع انا 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 اتكلم شوف انا بيقولي يا دكتور لانه هو الطبيعي اللي يجي الكلام ده يتقلق الدكتور خلاص ولكن في بيجي لك ناس حاجة زي كده يعني واحد بطنه بتوجعه بصخت ويديه لدكتور واحد بيرجع على طول قيء قيء مستمر ويديه لدكتور واحد عنده الام في بطنه وقاله عدة ايام مستمرة من ايام ابعته للدكتور للطبيب واحد عنده فجأة جاله الام حاد في بطنه مش قادر يطيقه ويديه للطبيب ممكن تكون حالات ام ماجسي حالة طوارق واحد بيرجع والقيء بتاعه في دم الترجيع بتاعه قيء دموي او عنده اسهال دموي ابعته للطبيب واحد اثناء من ضمن الام البطن تبول صعب جدا وحرقان في البول شديد ومعرفش ايه ودم في البولو كلام منده ودي للطبيب واحدة حامل جالها مغس اثناء فترة الحامل ابعتها للطبيب الام البطن المصحوبة بصعوبة التنفس عنده مغس مش قادر ياخد نفسه ودي للطبيب واحد عنده مغس وتعبان وتيجي تلمس بطنه يصوت اه 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 ده عنده تندرنس يبقى ودي للطبيب يبقى ديه حاجات معينة اما تشوف حالة منهم ما تمدش ايدك عليه ودي للطبيب لان بيكون وراها hidden problems او مشاكل خفية يمكن ان تؤدي لكوارث فيما بعد خلاص وعايزك دلوقتي المرحلة الجاية هتعرف ان تحديد مكان الالم مهم جدا جدا هيديك مراية عن السبب المحتمل ممكن مش هيخليك تشخص طبعا لان التشخيص مش شغلتك ده شغلة الطبيب بقاليات وفحوصاته الى اخره ولكن معرفة المكان اللي هيكون فيه الالم او اللي المريض بيشتكي فيه بالالم بيديك جلوء او بيديك انطباع عن طبيعة المشكلة اللي ممكن تكون هي سبب هذا الالم عند المريض طيب نبدأ كده نتكلم واحدة واحدة جايله الالم في بطنه كلها يجايلك كده بيشتكي بيقول لك انا عند الوجع في بطن كلها مش ساب حتة في بطنه تعبان يقول عنده الالم في جميع انحاء البطن تقول له طيب شورلي في الحتة اللي بوجعك فيه ولك يقول لك في بطن كلها بتوجعني خلاص ده ممكن يكون الالم التهاب في زادة الدودية كامل بس هو مش قادر يوصف مكانه لسه متحددش متعملوش متحددش متحددش في مكانه مميز ممكن يكون عنده مرض كورونز اللي هو مرض التهاب في الامعاء ممكن يكون عنده اصابه حصله تروما حصله اصابه داخلية او حاجه زي كده ممكن يكون عنده قولون متهيك ممكن يكون عنده قولون متقرح ممكن يكون عنده التهاب في المسالك البولية عموما وممكن يكون امفلوانز تخيل كده بيدا امفلوانز اعراضه في الجهاز الهاضي خلاص يبقى انت عشان تستبعد من التاريخ المرضي وكده يعني بتبدأ تكلمه مش عارف انت بتشيجي المرضى قبل كده او ولا مش عارف اللي عنده كرونز هييبقى عارف انه عنده كرونز خلاص واللي عنده قولون متقرح بيبقى عارف اللي عنده قولون متقرح والذي عنده مشاكل في المسائل البولية سيبدأ يقول لك ده أنا عندي حرقان في البول مش حرقان في البول مع رائع الحاجات دي اللي عنده أمفلوان ذات لي عنده أسخنية وحاجات زي كده والطبيعي ان انت المفروض بتكون زائته على الطبيب عشان يعمل التشخيص فده بيديك جلوك ده عن ان السبب العام للألم في البطن ممكن يكون حاجة من الحاجات دي طيب لو ألم البطن بدأ يتحدد شوية ونزل يعني إلى أسفل تحت يعني ألم البطن بدأ يشور لتحت يعني ينزل لتحت يبقى هنا هندخل في التخصص شوية يبقى هيرجح كده بقى ممكن الزايدة الدودية الاتهاب الزايدة الدودية وبالتالي ممكن يكون انسداد معوي انسداد في الأمعاء ودي حاجات خطيرة وممكن لو واحدة حامل مثلا واختبار حاملة عندها موجبكة وممكن يكون عندها حاملة خالج الرحم اكتب البراجنسي خلاص وممكن في النساء ممكن يحصل آلام في الأعضاء التناسلية في أسفل البطن لعدة أسباب على سبيل المثالي يعني أسفل تلك عندي آلام فتنية من تحت كده فأثناء آلام الدورة الشهرية في حالة تعصر الطمس أو عصر الطمس عندك تكايوسات المبايد ممكن تسبب الإجهاض الأورام اللي فيها بيطانية الرحم المهاجرة اللي هو الإندومتريوزيس ومرض التهاب الحوض اللي هو البلفك انفلاميشن وبلفك كونجيشن أو احتقان الحوض يعني دي أسباب ممكن بيكون بيسبب آلام في البطن أسفل أسفل البطن طيب لو الألم بقى في الجزء العلوي من البطن فوق في البطن من فوق هنبدأ برضو في بعض الأعضاء بعض المشاكل نحط عينينا عليها يقول لك بحس بالألم فين يقول لك هنا تحت في المنطقة دي كده في المنطقة دي بحس بالألم واجع في المنطقة دي ممكن يكون حصى في المرارة حصوة مرارة ممكن يكون تمهيد لنوبة قلبية وده منتهى الصعوبة بعض الناس قبل النوبة القلبية شكوته فقط عنده مشاكل لا لك كأنه عنده ألم في البطن بعد كده بتبدأ يجيله النوبة القلبية ممكن يكون التهاب بداية التهاب رئوي خلاص؟ طيب نبدأ نتخصص شوية نحدد شوية ممكن يكون الألم وسط البطن في منطقة وسط البطن هنا كده في منطقة وسط البطن خلاص؟ منطقة وسط البطن ممكن زادة دودية بدايتها بتكون في المنطقة دي كده التهاب المعدة والأمعاء ممكن إصابات رضية واخد خبطة واخد ترومة وخبطات يعني حادث يعني ممكن يكون بسبب البولينة في الدم يعني بداية فشل كلوي خلاص؟ طيب نبدأ نتخصص شوية ونوزع في الأماكن شوية لو واحد جاي لك ألم في منطقة أسفل البطن بس من ناحية الشمال اليسار أسفل البطن يسار أسفل البطن الشمال ممكن يكون مرض كورونس ممكن يكون سرطان ممكن يكون عدوة أو مشكلة في الكلة ممكن يكون تكيس في المبد الشمال ممكن يكون التهاب في الزايدة الدودية أحيانا يجي يضرب شمال وده حالة ندرة خلاص؟ وده من الحالات الندرة طيب ممكن الألم يأتي في منطقة ألم البطن في النحية العلوي فوق شمال هنا كده في منطقة العلوي فوق شمال نحن كده دخلين على منطقة اللي فوق التحال والحاجات دي ممكن يكون تضخم التحال ممكن يكون عندنا فيه انحشار للبراز في الزاوية بتاع القولون يعني براز صلب المريض مش قادر يتخلص منه ممكن يكون بسبب إصابة أو ردود ممكن عدوة في الكلة أو مشكلة في الكلة ممكن نوبات قلبية بداية نوبات قلبية ممكن يكون سرطان تخيل السبب مهم ازاي يعني حاجات ممكن تكون صعبة جدا هو تعزل نفسك عن الفحص الطبي والطبيب طيب الألم اللي ممكن يكون أسفل البطن نحية اليمين أسفل البطن يمين أسفل البطن يمين تحت هنا بقى نبدأ نتخصص بقى الشائع أوي أوي التهاب الزايد الدودي خلاص ممكن يكون فتاء اللي هو الفتاء الفتاء القربي خلاص فبيبرز الفتاء يعني جزء من المعاء بيخرج من المحتة ضعيفة في جدار البطن في منطقة اسمها الانجوينال كنال الفتحة بتاع بيكون ضعيفة فبيخرج جزء معاء برا فبيعمل ألم مع كلكيعة كده برا معاء فلع برا تحت الجلد هذا اسمه الفتاء ممكن يكون برضو مشكلة في الكلة مثل الشمال برضو ممكن يكون برضو سرطان وممكن تكون المفلونزا خلاص يعني لو عنده أعراض المفلونزا واشياء كده طيب الألم ممكن الألم في ألم البطن العلوي يمين فوق يمين فوق يمين فوق من نحية اليمين في الرايت هايبوكندرم من نحية اليمين ممكن لعلقة الكبد والمرارة التهاب الكبد التهاب المرارة ممكن إصابة وردود ممكن التهاب رئوي ممكن يكون التهاب في الزهدة الدودية برضو وده بتبقى بالحالات اللي هي نادرا ما بتبدأ ألمها واجعة في الحتة الإزائي اللي هنا فوق خلاص طيب هنا بقى متى يتوجب على المريض هنا أو على الحجام أو المعالج أنه يستدعي الطبيب يعني الحدود بتاعك يعني أنت عندك ألم البطن ده قد يزول ألم البطن الخفيف بدون علاج ماشي؟ مابش منها مشكلة ومع ذلك بعض الحالات لابد أنك تستدعي الطبيب أو تستوجب زيارة الطبيب أطلب الطوارئ فورا إذا كان ألم البطن شديد ومرتبط بصدمة بحادث وقعت خبط أي حاجة لازم لأنه ممكن يكون في نزيف داخله ويحصل مشكلة أو حساس بالضغط في الصدر ويكون انت سبب في وفاة المريض لو عطلته بيجب الحصول على رعاية طبية فورية لو كان الألم شديد لدرجة أن المريض لا يستطيع أن يقعد مكانه ساكن لا يستطيع أن يقعد وعايز يلتف ويتكوّر 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 مثل الكورة على طول يمكن أن يكون محشورة في المرارة في الحالب إلى آخره عنده مشكلة كبيرة داخلية محتاجة حل فوري سريع أو إذا كان لديه مشكلة مما يأتي سأله من ضمن الأسئلة براز دم في البراز مثلا ارتفاع درجة حرارة قلناها بيرجع ترجيعه في دم القيء مستمر على طول ما بيقافش جلده أصفر وعينه صفرة انتفاخ شديد في البطن صعوبة في التنفس هذه الحاجات على طول فورا نروح للطبيب روح حالات أهدى أقل قليلا تحتاج أن تتصل على الدكتور وتأخذ موعد يوم أو اثنين غدنا ألم في البطن يستمر الأكثر من 24 ساعة ولكن ألم محتمل امساك لفترات طويلة تقيق ترجيع من وقت لآخر الحرقان البول حمى تفع في درجة الحرارة غير خطر على الجسم يعني مش شديد يعني احساس بالسخون يعني عندك فقدان الشهية ما بيكلش كويس فقدان الوزن غير المبرر مع الوقت إذا كانت المريضة جايلك دي مريضة ستة وحامل وبتردع وعندها مشاكل في البطن اتصل على الطبيب لو سمحت واحجز موعد وإن شاء الله نكمل في المحاضرة الجاية هنقولك ازاي بيتم تشخيص ومعرفة سبب ألم البطن اشكركم وجزاكم الله خيرا لا تنسى انك تعمل شير او لايك شير ولايك واعمل كومنت واعمل سبسكرايب للقناة ان شاء الله عشان يصلك كل جديد في الامد ان شاء الله كلها محاضراتي مفتوحة والكل بستفيد منها ان شاء الله شكرا استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته